السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معايا في قناتي اكلنا بالمصري معكم هويدا محمود وان شاء الله النهاردة هعمل الاطايف الكونو بحشو الكريمة بطريقة جميلة جدا وبالرغم من ان الطريقة سهلة اوي وبسيطة لكن شكل الاطايف بيتكلم عن نفسه يلا بينا بسرعة نشوف الطريقة الشياكة دي للاطايف عملتها ازاي ونقول بسم الله واول حاجة هبدأ بيها هي الكريمة اللي هحش بيها الاطايف وهستغني بنص كباية من السكر وهضف لها كباية الا ربع من المية المتالجة هدوب السكر الاول في المية علشان انا استخدمت سكر خشن لو هنستخدم سكر بودر يبقى هنضيف التلات مكونات مع بعض على طول بعد كده هضيف كباية من بودرة الكريم شمطي الخام لو مش متاحة عندنا نقدر نستعمل الكريمة الجاهزة بعد ما خفقت المدة خامس ست دقايق تقريبا الكريمة بتبقى متماسكة بالشكل ده هركنها على جنب وهنشوف مع بعض القطايف القطايف انا عاملاها قبلها بيوم بعد ما بردت حطتها في اكياس واستغدمتها تاني يوم طرية زي ما حضراتكم شايفين الطريقة بتاعت عجينة القطايف انا كنتم صورها قريب اللي ما شافهاش ان شاء الله هلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف لكن القطايف دي انا عاملاها بدقيق السميت في الطريقة العادية برضو موجودة في القناة ان شاء الله برضو هحط الرابط بتاعها في صندوق الوصف باخد القطيف بحاول لان انا اجيب اللي حجمها صغير شوية وبضغط من الجنب بالشكل ده علشان تديني شكل الارطاس او شكل الكونو دي الطريقة اللي انا هعملها النهاردة لكن في طريقة انا كنت مسوراها من سنتين في القناة وكنت عاملاها بشكل مختلف تماما كنت بضغط القطيف من الاربع اجناب بالشكل ده وبعد كده كنت بقليها في الزيت وبحط حشو الكريمة في النص لكن الاول كنت بحطها في الشرباط بعد كده بعمل لها الكريم شنطي وبحطه في الفراغ اللي انا عملته في النص وفي الاخر كمان حطيت عليها سوس كرامل طبعا المساحة اللي احنا سايبينها في النص دي نقدر نحط فيها اي حشو احنا بنفضله الطريقة دي برضو اللي حب يجربها ان شاء الله برضو هحط الرابط بتاعها في صندوق الوصف لكن الشكل الاساسي اللي انا هعمله النهاردة هو القطيف الكونو هعملها على شكل ارتاز بالطريقة دي فيه كمان شكل تالت برضو لو حابين تعملوا تغيير في شكل القطيف نقدر نعمله هو على شكل مسلس يعني بضغط ثلاث اجناب بس بدل ما بعمل اربعة بالطريقة دي الاشكال دي كلها بتخلي القطيف تتقدم بطريقة لطيفة قوي هو ده الشكل اللي انا قلت عليه اللي هو بضغطه من ثلاث اجناب يعني الخطوة بسيطة قوي بعد كده لو حبينا ان احنا نقله في الزيت وندله شرباط هنحط طاصة زيت على النار ونقل القطيف قطيف السميد او عجينة السميد ما بتاخدش وقت كتير يعني نخلي بالنا ان هي بتستويه بسرعة الزيت بخلي يسخن الاول بعد كده بخلي النار متوسطة وبقلق الكمية اللي انا عايزها ده لو حبين ان احنا ناكلها مقلية في الزيت واخد كمية من الشرباط لكن الطريقة الاساسية بتاعت النهاردة هنستعمل عجينة القطيف زي ما هي من غير زيت يعني مجرد ما هنحضر ايه العجينة هنحضر ايه الحش وهنستخدمها بالطريقة دي اه انا قالت كمية في الزيت علشان بس اللي حابب يشوف الطريقة بتاعت الاشكال اللي انا عملتها دي اه يشوفها كاملة وحالا هنبدأ في طريقة القطيف اللي من غير زيت لكن في الاول بحضر الشوكولاتة عندي اربع مكعبات من الشوكولاتة سيحتهم على حمام مياه وعندي فوس دقمان جروش اه لكن الشوكولاتة وانا بسيحها بحط لها معلقة من الزيت اه باخد القطيف بعد ما قفلتها وبغطس الحرف بتاعها بس في الشوكولاتة السيحة بالطريقة دي اه بتاخد كمية كويسة او من الشوكولاتة واحنا بنكلها طبعا بنستطعم مع الكريمة اه الشوكولاتة مع المكسرات اه بعد ما بطلح من الشوكولاتة اه مجرد ما بحطها في الفوس دق طبعا علشان الشوكولاتة لسه طرية اه بتاخد كمية من المكسرات بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده طبعا نقدر نستعمل أي نوع مكسرات عندنا ممكن كمان نستعمل جوز الهند ممكن نستعمل السوداني المجروش فيه كمان الفارمسيري اللي هو الألوان برضو نقدر نحن نستعمله لكن في الأول أنا بجيب كيس تلاجة وبفتحه وبحطه على الطبق علشان طبعا الشوكولاتة طرية جدا أي كمية من الشوكولاتة تنزل تنزل على الكيس وبعد كده بتخلص منه وبرص الأطايف بعد ما طبقة الشوكولاتة تجمد عليها مجرد دقيقتين بس الطبقة اللي احنا عملناها دي بتكون جامدة وكمان المكسرات بتبقى سبتة عليها ما نحاولش إن احنا نقطر مقدار الزيت وإحنا بنسيح الشوكولاتة علشان ما تبقاش طرية قوي احنا محتاجين إن هي تجمد بسرعة يعني ما تبقاش طرية طول الوقت ده شكل الأطايف بعد ما غطستها في الشوكولاتة والمكسرات بقت شبه بسكوت الآيس كريم اللي وغده مكسرات من على الحرف الطريقة جميلة قوي وبسيطة كمان ما بتاخدش وقت زي ما حضراتكم شوفت الكريمة عبيتها في كيس حلواني واستعملت القمع اللي بديني شكل وردة بعد كده بملى الفراغ بتاع الأطايف بالكريمة الشكل النهائي للأطايف جميل جداً كمان الطعم بكده أنا استعملت القطايف من غير تسوية يعني مقلنهاش في الزيت استعملناها زي ما هي لو حبيتوا أنتوا تستعملوها وهي مقلية في الزيت طبعاً الطريقة تنفع لكن هنديها كمية بسيطة من الشربات علشان تفضل مقرمشها احنا مش عايزينها طرية مدام قلنها في الزيت لكن طبعاً الطريقة دي معروفة اللي هي عجينة الأطايف من غير تسوية الطريقة دي معروفة وبتاخد حشوات كتيرة جداً دي الكمية اللي أنا قالتها في الزيت قدتها نسبة بسيطة من الشربات وزي ما حضرتكم شايفين يعني واضح أن هي مقرمشها بعد كده حطت لها حشو الكريمة ده الشكل التاني اللي أنا حضرته برضو هحط له كمية من الكريمة وبكده الكمية اللي أنا حضرت لها كلها جاهزة هرش عليها نسبة بسيطة كده من الفصدق وبكده طريقة الأطايف خلصت طعمها جميل جداً وعندنا كل الحلول نقدر أن احنا نستعملها زي ما حضرتكم شفتوا كده أو نستعملها مقلية في الزيت الطريقة بسيطة جداً لكن هنقدم الأطايف بمنتهى الشياكة إن شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جداً والسلام عليكم ورحمة الله